آثار خطيرة سببها وباء كورونا على الصحة النفسية للبشرية الحجر المنزلي تراجع صبر التواصل الاجتماعي الخوف من الموت بسبب الوباء أو الخوف من المستقبل بسبب فقدان الوظيفة وتراجع الدخل خليط مدمر يضاف إلى تراجع الخدمات الصحية النفسية أو توقفها تماما في 93% من دول العالم بسبب انشغال الحكومات في المواجهة المباشرة للوباء منظمة الصحة العالمية تحدر من خطورة هذا الوضع وخصوصا أن أعداد المضطربين عقليا تبلغ نحو مليار شخص قبل ظهور الوباء يموت واحد منهم انتحارا كل 40 ثانية الجائحة زادت القلق والكآبة وعدم الراحة بسبب العمل أو الدراسة من المنزل وعن بعد لقد لحظنا زيادة في خطر استهلاك الكحول والمهدئات الشبان واليافعون يعانون أكثر من غيرهم حالة فقدان الأمان في المستقبل لكن يبقى الأشخاص الذين يعانون أساسا من اضطرابات عقلية أو عصبية الأكثر هشاشة بسبب تراجع الخدمات النفسية الأمم المتحدة نقت ناقوس الخطر وحثت دول العالم على رفع ميزانياتها المخصصة للعلاج النفسي لا يستفيد سوى عدد قليل جدا من الناس من الخدمات الصحية العقلية الجيدة وتنفق الحكومات في المتوسط أقل من 2% من ميزانياتها الصحية على علاج أمراض الصحة العقلية وهذا وضع لا يمكن أن يستمر فالرعاية النفسية الجيدة تصهم في التعافي من تبعات الوباء بشكل أسرع وكما في مختلف مجالات الطبابة يبقى الفرق واضحا بين الدول الغنية التي تمكن 80% منها من تأمين المعالجة النفسية للمرضى عن بعد فيما تبلغ نسبة الأشخاص الذين لا يتلقون أي علاج نفسي في الدول الفقيرة أكثر من 75% التبعات السلبية النفسية لفيروس كورونا على البشرية قد تكون أخطر بكثير من التبعات الجسدية فهذه الأخيرة يمكن أن تتوقف فور توافر العلاجات واللقاحات اللازمة وهو ما لا ينطبق على مرضى الالترابات العقلية موسى عاصي من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جينيف الميالين